بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وانهتدى فيه دائما بعد حياكم الله حبتي في الله مع مدارسة حديث الأربعين النووية الحديث السابع والعشرون وهو عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وجاء أيضا عن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال آتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر واطمأنت إليه النفس واطمأنا إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن محمد والدارمي بإسناد حسن أحبة في الله هذا الحديث أو هذان الحديثان في بيان البر بماذا يكون وبماذا يتحقق والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير مثل التقوى فالتقوى كلمة تشمل خصال خير كثيرة وكذلك البر هي كلمة عظيمة تشمل خصال الخير أو تشمل كثير من خصال الخير والبر ضده الإثم كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والنبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بيّن البر وبيّن الإثم فقال عليه الصلاة والسلام بكلمة مختصرة بكلمة جامعة البر حسن الخلق يعني أن حسن الخلق نوع عظيم من أنواع البر وليس أن البر كله حسن الخلق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفه ليس معنى ذلك أن عرفه هي من قام وقف فيها فقد حج ولكن الحج فيه أعمال كثيرة فيه أركان وفيه واجبات فدل ذلك على أن أعظم ركن من أركان الحج عرفه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وليس الدعاء هو العبادة فحسب بل أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا البر حسن الخلق أي أن حسن الخلق هو من أعظم أنواع أن حسن الخلق هو أعظم أنواع أو من أعظم أنواع البر وحسن الخلق أيها الأحبة كما مر بنا هو أمر عظيم يشمل أشياء كثيرة حسن الخلق هو مع الناس بسعة البال والبشاشة في الاستقبال والتعامل مع الناس بمعاملة طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن فقال أقربكم مني منزلة يوم القيامة حاسلكم أخلاقا فأين الأخلاق الحسنة بين الزوج وزوجته وبين الزوج وأبنائه الأب وأبنائه وكذلك بين الجيران وبين الزملاء بين عامة الناس قال الله جل وعلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن الناس ستستغرق جميع الناس وهذا فضل عظيم فبين أن البر من أعظم أنواعه أنك تكون حسن الأخلاق قال والإثم الإثم ضد البر وهو الأخلاق السيئة والأعمال السيئة والأقوال السيئة فإنها على العكس من ذلك فبين النبي صلى الله عليه وسلم البر بأنه حسن خلق والإثم ما كان عكس من حسن خلق ثم قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس قد يأتيك أمر من الأمور لكن يكون في نفسك شيء منه حرج أو ضيق أو حنق فإن ذلك هو ليس من البر فعليك أن تمتنعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس فكل الأعمال السيئة سواء كانت منبوذة في نفسك أو كرهت أن يطلع الناس عليك وأنت تفعلها فإنها على النقيض من البر بل هي إثم فعليك أن تمتنع وفي الحديث الآخر حديث وابصة ابن معبد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله فالنبي ابتدره وقال له جئت تسأل عن البر وفي رواية قال أخبرك أو تسألني قال وابصة لا بل أخبرني قال جئت تسأل عن البر والإثم وهذا من علامات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عرف ما في ضمير ذلك السائل وهذا غيب والغيب هو محظو صفة لله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وقد أطلع الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر المغيب إذ أنه قال جئت تسأل وفي رواية قال أخبرك أو تسألني فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف سؤال السائل قبل أن يسأل وقبل أن يتكلم وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام قال البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب البر هو أمر ما يكون في نفسك إطمئنان ويكون في نفسك راحة فإن ذلك هو من البر وأما الإذ ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس أي تردد في صدرك وربما أنك خشيت على نفسك إن فعلته أن يكون محل انتقاد إلى الناس ولا تريد أحدا يراك ذلك الفعل فإن ذلك من الأمر المشين وكم نرى أيها الأحبة من أولئك الذين إذا أرادوا فعل بعض الذنوب المعاصي ربما أنهم تواروا عن الناس وهم يعرفون أنه حرام لكن يتوارون حتى لا يرى كمن يدخن ولا يدخن أمام الشاشات أو أمام الناس وربما أن ذلك عنده علاقة محرمة وخاف أن يطلع عليه الناس وغيرها من أمور المحرمة بل هي أمور جاء النص بتحريمها عياذا بالله ثم قال وإن أفتاك الناس وأفتوك يعني لا تكن مقبرة على الأشياء وبحجة أن فلان أفتاك وأن فلان قال بالجواز وأنت باق في نفسك أنه متردد وأن في نفسك ذلك الأمر فيه ريبة فإنك تمتنع وإن أفتاك وما أكثر من يفتي اليوم وهو ليس من أهل العلم وما أعظم ما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينكم العلم والإيمان والدين عزيز فلا يأخذ مما هبى ودب وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها سمهم دعاء يظهرون على الناس بحجة أنهم دعاء وأنهم طلبت علم وأنهم مشائخ وأنهم أهل فتوى لكنهم من أجابهم قذفوه فيها فيحذر المسلم من تلقف الدين مما هب ودب وجعل لك النبي هذا القاعد العظيمة الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس والبر حسن الخلق وقال البر مطمأنت إليه النفس واطمأنا إليه القلب رحم الله الإمام النووي أن جمع بين هذين الحديثين العظيمين الذي بيّن طريق الخير وبيّن طريق السلامة وبيّن طريق البر وطريق الإثم حتى يحذر المسلم من ذلك ولو جاءه من يفتيه فإن الله عز وجل يؤخذنا بأعمالنا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر